اتهد في محث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين حث إسرائيل على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة الإعمار في مرحلة مبعض الحرب جاء ذلك خلال لقاء بلينكين مع المسؤولين إسرائيليين لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث اعتبر بلينكين تصريحات نتنياهو بشأن حجب واشنطن الأسلحة والذخير عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية مخيبة للأمان نظرا لحجم الدعم الذي تقدمه بلاده لإسرائيل توترات لا تنتهي وأزمات متلاحقة تشهدها العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو في الشهور الأخيرة وفي فصل جديد من فصول الأزمة عبر البيت الأبيض عن خيبة أمله الشديدة من الانتقادات التي وجه نتنياهو لواشنطن واستتوتر بين الحالفين تجاه العدوان على قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد صرح بأنه على رغم تقديره للدعم الأمريكي خلال حرب غزة إلا أنه من غير المعقول بالنسبة له أن الإدارة الأمريكية حجبت في الأشهر القليلة الماضية أسلحة وذخائر عن إسرائيل وهي التصريحات التي اعتبرتها واشنطن مهينة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي من جانبه أكد أن تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة نظرا لحجم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة وستواصل تقديمه لإسرائيل على حد قوله وعلى الرغم من كون واشنطن هي الدعم العسكرية الرئيسية لإسرائيل إلا أن البيت الأبيض عبر عن استيائه في وقت سابق إذا ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة كما لا يخفي الرئيس الأمريكي جو بايدن علاقته المضطربة مع نيتانياه حيث أعرب مرارا وتكرارا بشكل علني عن معارضته لهجوم بري واسع في رفح الفلسطينية وهدد بوقف شحنات معينة من الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم تستجب لتحذيره هي إذن حلقة جديدة من التوترات بين نيتانياه والإدارة الأمريكية تنذر بمزيد من الخلافات والأزمات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة مع إصرار نيتانياه على الاستمرار في سياسته رغم انتقادات الداخل والخارج لتبقى الأيام القادمة شاهدة على ما إذا كان نيتانياه سيحاول تعديل المصار لعدم فقد دعم حليفته الأولى والوحيدة أم سيعميه الغرور كعادته ويمضي في طريق يعلم نهايته جيدا وإن أنكرها